نروح لقطاع الكرة الطائرة الناشئين طبعا الناشئين 17 سنة بقيادة الكابتن نادر نبيل نادر نبيل كسبوا المقاولين 3-0 دايما نعنين على الناشئين لأن الناشئين هم نواة الدرجة الأولى الماتش كانت لعب في نادي الزهور بنيت ناصر وإحنا الحمد لله أول الدوري ومتوقع إن شاء الله إن احنا نقدر نكسب بكل سهولة إن شاء الله هنروح لناشئات الكرة الطائرة 16 سنة بقيادة طبعا كابتن عزب الشرباجي فاز على القاهرة في بطولة المنطقة طبعا الأهل هو الفرقة دي بذات مرشحة ده كابتن عزب الشرباجي الأهل هو المرشح الأول لفاوز بطولة ويكون فيه منافسة بشكل معقول بالنسبة الوادي دجلة أنا بس عايز أشيط بوادي دجلة في حتة ودي دجلة عمل قاعدة كبيرة جدا من الرياضيين بالذات في الكرة الطائرة يعني عايز أقول لكم إنه لما بيحصل القاعدة بتكبر عمر ما ده أبدا يضر النادي الأهل أو يضر أي نادي بيبص على مستوى المنتخبات النادي الأهل نواء للمنتخبات ودي دجلة الحقيقة عمل قاعدة عريضة من الناشئين ونتاج جيدة لفترة للفاتية الحقيقة في السن ده هيكون منافس النادي الأهل لو 16 سنة ناشئات هيكون المنافس للنادي الأهل هو ودي دجلة كل اتحاق والتقدير طبعا ودي دجلة إن شاء الله أنا تمنى نشوف فرق بتطلع وناشئين كبار